السلام عليكم اخباركم ايه يا رب دايما بخير وبصحة وسلام وسعادة. كل سنة وانت طيبين. رمضان خلاص ما عد يجري. نهاردة تلت يوم. آآ حصل معي موقف كده غريب شوية كده. آآ ما لاجتش عندي عشق الفريزر خالص للسحور. المهم ما عدنا السحور باي حاجة كده. سحور تاني يوم رمضان. والنهار ده وقت قررت نخبص شوية عشق كده حلوين. ونحطوهم في الفريزر. نطلع منهم وقت ما انا عايز. العشدة بنعمله كل سنة في رمضان. وابنى ملع طول طول السنة بس في رمضان اكتر لاني بكون حلو في السحور. طبعا العش الفلاحي لا يعلى عليه. دايز في اي حاجة. في الفطار وفي السحور. يلا بنا نشوف عمالناه ازاي? لايك للفيديو. واشتراك للقناة. ونهار لابنا نبدأ ونسامل الله الاول كده. معنا كده كمية كحلوة من الدجيج. ما بنعيرش الدجيج زي ما قلتلكم لما بنعمل عش فلاحي. او لما بنعمل اي مخبزات فلاحي. زي ما انا متعودة من امي بتاخد كده من الشيكرة على طول. او بنشترك كده من بر دجيج جاهز كده على طول بنحط. بس انا كده يعني اه بالنظر كده دول حوالي تلاتة كيلو من الدجيج. هنضيف عليهم معلقتين كبار كده من الخميرة. ومعلقتين كبار كمان من السكر. هنضيف الخميرة طبعا مع السكر. والملح هنضيفه على الدجيج. هو مش بياخد اضافات كتيرة هو عبارة عن دجيج وملح وخميرة وخلاص. ممكن باجه تعجنوه بلبن. ممكن تعجنوه بمية زي ما هنعجنوه النهاردة. وممكن تعجنوه بالسائل او بالخض اللي بيطلع من السمنة. وطبعا ممكن تعجنوه كمان بالمية اللي بتطلع من الجبن الجريش. اي حاجة متوفرة عندكم هتعجنوه به. بس هو الاشهر ليه اللي هو المية. ده اللي بيكون متوفر عندنا يعني وعند كل بيت. آآ نزلت بكمية الخميرة الاول مع السكر بعد ما دوبتون كويس. وطبعا نضيفها معلاجة كبيرة كده من الملح. والمية مدفياها معي عشان خاطر تشغل معي الخميرة على طول. ويخمر معي على طول ويجهز على السعور. انا كنت هنا بنعجنو العصر كده بعد ما عملت الفطار. عجنت عشان خاطر نسحر منه. فمش هياخد معي تخميرة آآ مش هياخد معي وقت يعني عبل ما يتخمر. لان اضيفها له خميرة آآ كتير. يعلم على كتين الخميرة حيخلوه يخمر معي على طول. كمية المية بقى قد اه? كمية المية تختلف من دجيج لدجيج. في دجيج بيشرب سوايل كتيرة. وفي دجيج ما بيشربش مية كتير او سوايل كتير. فبننزل بالمية كده واحدة واحدة شوية بشوية كده لحد لما اللاجل العجينة. العجينة بتحتها بتكون طرية ما بتكونش سميكة. لان ده عش فلاحي. بس العاملان النهاردة بطريقة يعني سهلة كده مش زي العش الفلاحي الاصلي. العش الفلاحي الاصلي بيكون اطرة من كده عجنته طريعا كده. وطبعا في الليه طريقة كمان في الخبيص غير اللي انا هنخبز بها النهاردة. وليه طريقة كمان في العجين. بتمسوكوا للعجينة ترب وبقى كده على جد ما فيه ما فيكو صحة كده بترب في العجين. لكن انا هنا بعد ما ضفت المية المزبوطة ليه بدأت بقى ناخد بايدي شوية بشوية كده عشان خاطر ان لدت العجين او ناجينه كويس لحد ما يربي معي عرج والعجينة نعم معي. ويكون طريعا ما كده زي ما هتشوفوه معي دلوقتي. صلاة الرسول واسكر الله كده وانتو شغالين حاجتكو تطلع فيها بركة ومباش فيها ولا غلط. انا النهاردة استخدمت ايديه هو ما استخدمتش العجين برغم ان انا درعي واجعني والله بس ما استخدمتش العجين عشان خاطر الناس اللي ما عندهاش عجان. آآ شايفين آآ بناخد مية شوية شوية كده با ايديه وباللت كده لحد ما فيه تخرزة كده في العجين بتزهر بعد ما بنضيف المية على الدجين. التخرز اللي بقى دي لازم ان تروح لازم ان تكون اللي عجينة نعمة معي ومربية معي عرج كده وانلت فيها كده ده اساس العيش الفلاحي عشان خاطر يطلع مزبوط. العيش الفلاحي بقى تطوري الاصلي اللي هو عاجين انتو بتكون لينة اكتر من كده بيتعجن على مرحلتين. المرحلة القولة بتاخده شوية كده من الدجيج بسيطة على كمية مية محترمة مع الخميرة وتجلبهم مع بعض وتركنهم حوالي نص ساعة وبعد النص ساعة بتضيفوا بقى الخميرة دي على كمية الدجيج اللي انتو عايزين تعملوها. وعلى المية كمان وتعجنوها كمان مرة. يعني بتعجن على مرتين. لكن انا هنا سهلت الموضوع وسهلت كمان طريقة العيش المرة دي. وعجنته على مرة واحدة. حطيت الخميرة على كمية الدجيج اللي انا عايزها بحالها. وننزل بالمية شوية بشوية كده. وبياخد معي حوالي عجين يعني حوالي ربع الساعة كده عجين بالايد. لكن طبعا لو احنا نستخدم العجان مش هياخد معي حوالي خمس ست الدجاجة حكون خلص معي. بعد ما خلصنا عجين بقى هنروش شوية دجيل كده فوق عشان خاطر ما يلزكش في الفوطة اللي انا هنحطها ما نفعش طبعا نحط زيت. ان دي عجين فلاح ينجب نحط عليه زيت. وهنغطيه بالفوطة وهنسيبه حوالي نصف ساعة او ساعة اللي ربع لحد ما يتخمر وتشوفوا ملل البلاستيكة معي زي ما شفتوا كده. ان شاء الله الله مبارك كده اخد معي حوالي ساعة اللي ربع وكان متخمر معي. لو الجو برد زيادة عمل لزوم. هتمسكوا حالة مية تسخنوها وتحطها تحت البلاستيكة اللي انتو عدنين فيها ديت. مش هياخد معاك وقت في التخمير. هنا بجع فرقت دجيج عشان خاطر نجطعه عليه. الفلاح الاصلي بيتجطع على رد لكن انا طبعا ما عنديش رد فاتصرفت وحطيت على دجيج. مش هينفع. هينفع مش هيقول لا. آآ وكمان بنجطعه على دجيج عشان خاطر ما يلزكش في ايضايا كده وانا بنجطعه لعجين طريقة. مش زي عجينة المغبوزات ولا الجرس اللي احنا بنعملها اللي فاتت دي خالص. لازم ان يتجر يتجطع كده على دجيج او بمية على زيت. يعني في ناس بتحط كده كمية آآ مية كده عليها شوية زيت وتجطع بها العجين. انا بنعمل بدجيج وبنعمل بطريجة سهلة خالص المراتي. غير كل الطروج اللي فاتت. الطريجة اللي هي الاصلية بجا عملتها معكم قبل كده. عندي ام بجا في الفرن الفلاح ديت. لو عايزين او بجا صغير. ممكن تعمله طبعا احجان كبيرة وممكن تعمله اصغر من كده زي ما انتو حبي. هنا بجا خلاص مجربة نقطع كل الكمية اللي معي. انا ما شاء الله معي حوالي تلاتة كيلو من الدجيج. هيعملوا اللي كمية محترمة كده من العيش. بعد ما خلصت كله تقطيع نغطيه بالفطة ونسيبه يهدى شوية او يرفع شوية. انا طبعا ما سيبتوش لانه زي ما انتو شايفين الوقت خلاص كان داخل على المغرب وانا عايزة نخلص خبيز. انا كده كده مش بنفطر في وقت ادالي المغرب بالزبط. احنا المغرب بأزن. بنفطر على حاجة خفيفة. مسلا بلح آآ كوباية عصير حاجة خفيفة كده. وبنستنى آآ آآ جوز لما بيجي من الشغل بيجي مسلا بعد المغرب بحوالي نصف ساعة او ساعة. بنصال المغرب الاول وبعدين محضر الفطر. فهنا بجا بدأت نخبز طبعا بيتفرض برضو على ديجيج. لو ممكن على ردة لو انتم لو موجود عندكم ردة يعني. الردة بتخليه طعمه احلى كمان. وبتخليه شكله كده حلو. وزي اللي بيجي بالافران وزي اللي بتعملوه الفلاحي الاصلي بجا. ممكن طبعا تمشوا علينا الشبه كده بسيط. لكن ما تدسوش عن الشبه جوه لانه هو بيلزج معنا لانه طري دي اول واحدة كانت طلعت معانا وطبعا الفرن لازم ان يحمل اول والحرارة بتاعته تكون عالية. ده عيش بيتخبز على اعلى حرارة في الفرن. والحرارة متكونش يعني من تحت عالية جوه لعشان خاطر ما يتحركش معاك. او الفرن ما يسخن بنهد الحرارة من تحت ونسيبها عالية من فوق كده عشان يجيب معانا كده وياخد لان حلو. ما شاء الله ما اخدش معايا وقت في التخمير. اما كمان في الفرد ما اخدش معايا برده. طبعا نضيف له خميرة مزبوطة سيبته يخمر براحته. وسيبته كمان يرفع آآ فترة يعني مزبوطة برده حوالي مسلا ربع ساعة كده وبدأت نغبس فيه على طول. شايفين شاكله عامل ازاي? الشطرة بجاء ان الخبيز بتاعها او الغرغيف بتاعها يطلع واخد لون من كل الجهات. لو واخد لون من ناحية وناحية ابيضة تبقى ديم الشطرة. لازم ان نلف كده للغيف في الفرن على طول. في عصية كده حديد مخصصة كده للخبيز ده. باللف بين الرغيف كده هتلاقي ياخد لون من كل الاتجاهات. لكن لو سبنا مجل الرغيف كده وجعدنا وجعدنا نبص في كده هياخد لون من ناحية. ومن ناحية التانية هيطلع ابيض. فنلفوا كده لحد ما ياخد كل الالوان من ناحية من كل الاتجاهات. وانطلعها على طول. شايفين عامل ازاي? ما شاء الله. طاري كده وحلو يا سلام عليه بجاء مع الملوخية في الفطار. فاضيع يا ولاد. هنا بجاء بيجيب كده حلوة. وبعد ما الفرن تلاقيوه حامل كده واخد الحرارة مظبوطة. بيتلاقيوه جاب معكم كده بجاء واداكم النتيجة اللي انتم عايزينها. مش احلى من الخبز في البيت. خبزه في البيت كده انا خبسته وشيلته في الفريزر. وبنطلع منه في السحور. ما شاء الله عليه. تحفى في السحور وفي الفطار. ولما الكمية تخلص برضه هنعمل غيرها ان شاء الله. انا كنت عامل رجاج طري. آآ قبل رمضان بيومين. بس يعني الولادي خلاص يعني خلصنا قبل رمضان بيومين. وفترنا منه اول يوم. تاني يوم بقى جيتنا نسخر ما لجناش عيش. لجنا بواجه رجاج وبواجه عيش ومش عارف ايه. وانا كنت مفكر ان الفريزر فيه رجاج وفيه عيش بقى ومتطمنة كده. كنتش نعرف ان ما فيش عيش. لجيت ان ما فيش عيش. فخبست شوية العيش دولت. وان شاء الله برضو هنعمل معكم واصفات كتيرة لسحور رمضان. مغبزات يعني. غير دي كمان. شايفين شكل رغف عاملت ازاي في الفرن? كل ما هيرفع معكم او يرتاح معكم هتلاقوا طالع من الفرن كده بينور وبيزغرد كده. تنسوش بقى دعوة حلوة كده يا من الجلب جاب للفطار لاخواتنا بفلسطين ربنا ينسوهم ويكون معهم يا رب. خلصنا بقى الخبيز. الخبيز ده لما العيش ده لما بنشوفه بيفكر ان ايه باخواتنا بفلسطين مش عارفة لان بيغبزوا العيش ده على طول عنده. العيش بقى طاري كده حلو طلعت كله منكمية وغطيته كده بفوطة شوية لحد ما يبرد بس من الحرارة ونعبيه بقى كياس في الفرزة. بيكون طاري كده وجلبه من جوا كده التخميرة باينة فيه ومخيش كده وحلو. وقلت لكم عليه يا سلام بقى مع الملوخية الخضرة. بس انا ما عنديش ملوخية خضرة عندي ملوخية ناشفعة وهتنفع بط. شكله عامل ازاي? طاري وحلو بقى كده مع الطعمية ومع الفول وصفات السحور وبطاطس المحمرة والشبسي واديلو على طول. شايفين عامل ازاي? متخمر حلو ومزبوط حلو ومعجي انتو كمان مزبوطة وممكن تلينوه اكتر من كده لو انتو متمكنين فيه. آآ لينوه اكتر من كده كمان. لكن انا كنت طبعا عاملها بطريقة سهلة النهار ده. مش بطريقة بقى الفلاحة الاصلة. الطريقة الاصلية زي ما قلت لكم هتلاقوها عندي على القناة. شوفكم بقى في فيديو تاني وعبوه بجا كياس. وطلقوه في الفريزر. يفك على طول كده على الرخامة. ممكن تسخنوه في الفرن التاني. هيطلع اكنكم لسه خبزينو دلوقتي على طول. عمدان مبارك علينا وعليكم. ويا رب تكونوا دايما متجمعين انتم وحبابكم على سفرة واحدة او على طبلية واحدة. انتم اهلكم وانتم حبابكم. صلاة للرسول واسكوروا الله واشايفكم على خير مع السلامة.